الله أكبر 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 نسألك الله أكبر 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 اللهم جعلنا 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 من من قاده القرآن إلى الجنة ولا ولا من من قاده القرآن ولا تجعلنا ممن أعرض أنه القرآن فزج به في النار اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحب وترضى ولا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا سبينا إلا أطلقت سراحه ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائر الدنيا والآخرة هي لكربا وللا فيها صراح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جعلنا لكتابك من التالين وعند ختمه من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين إلهنا قد حضرنا ختم كتابك إلهنا قد حضرنا ختم كتابك ويذنا عن جنابك فلا تطربنا عن جنابك فإن تربتنا فإنه لا حولنا ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويعرجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك أن تجعلنا من الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن تؤتق القوبنا من النار برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ومن بيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وبفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سافقين وإلى أعلى جناتك سافقين اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا اللهم يمي الكتابنا وبيض وجوهنا وذبت قدامنا ويسر حسابنا وارزخنا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين واجعلنا ممن ينادى يوم القيامة كنوا واتصربوا هنيئا بما أسلبتم في الأيام الخالية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وعذلنا الشرك والمشركين ادمر آداء الدين واجعل هذا البلد آمن المطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعطق من نارك والعطق من نيارك اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر الليالي من شهر رمضان بعتق رقابهم من النار اللهم اتق رقابنا اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأقاربنا وأسواجنا وذوي أرحامنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا واستوصانا اللهم اتق رقابنا جميعا اللهم اتق رقابنا جميعا اللهم اد علينا رمضان أعواما نديدا وأزمنة مديدا اللهم ادعو على الأمة الإسلامية بالنصر والتمكين اللهم ادعو الأمة الإسلامية بالنصر على الأداء يا سميع الدعاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم منزل الكتاب سرع الحساب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الصهاينة المعتدين اللهم اهزم الصهاينة المعتدين اللهم أرنا فيهم قدرتك اللهم أرنا فيهم أجائب قدرتك يا قوي يا أزيز اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وفي كل مكان وانصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين اللهم انصرهم على الصهاينة المعتدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تنقذ المسجد الأقصى من براف اليهود اللهم انقذ المسجد الأقصى من براف اليهود اللهم اجعله شامخا نازيزا إلى يوم الدين اللهم لا تمكن فيه لآدائك يا رب العالمين اللهم ارزقنا في صلاة قبل المماء يا أي يا قيوم اللهم إنك أفو تحب العفو فافو أنه اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتما اللهم إنا نسألك مسألة الخاشين اللهم إنا نسألك مسألة الخائفين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين اللهم فتقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ورقوانا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائفين اللهم لا تردنا خائفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أوصانا واستوصانا بدعاء الخير اللهم اقضي حوائجهم اللهم اشف مرضانا ومرضاهم وارحم موتانا وموتاهم يا حي يا قيوم اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين اللهم زينهن بالحجار والحشمة والوقار وجنبهن التغرج والسفور يا حي يا قيوم اللهم جاز المحسنين عنا خير الجزاء اللهم احفظهم في أولادهم اللهم بارك لهم في تجارتهم يا حي يا قيوم اللهم احفظ علماءنا وعلماء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بغداتنا وعلماء المسلمين شكرا